روسيا تستغل كل هذه التحركات الإيرانية ما يجري من أحداث في قطاع غزة كذلك التهديدات الصينية المستمرة باتجاه تايوان وبدأت روسيا تستفيد من هذه الأمور وبدأت تتقدم في أوكرانيا في 72 ساعة الماضية التقدم لدى الجانب الروسي لم يكن عاديا أبدا تحدثت عنه العديد من المصادر الأوكرانية الغربية البي بي سي اليوم تتحدث عن هذه المسألة وعن هذا التقدم الروسي روسيا بعدما تقدمت كثيرا في لوغانسك وكذلك في هذه المنطقة وهي دانيتسك وأيضا في زاباروجيا وكذلك في خيرسون وتحقق ولازالت تحقق العديد من النجاحات والانتصارات على الجبهات ضد القوات الأوكرانية الآن فتحت روسيا جبهة خاركيف وبدأت في خاركيف من عملية التقدم على مستوى عدة محاور وحضرت العديد من القوات الخاصة بها طبعا المهمة التي أعدت لهذه العملية والتقدم بدأ بمحورين باتجاه خاركيف هذه خاركيف التي تمكنت أوكرانيا من إبعاد القوات الروسية منها منذ فترة لا بأس بها منذ أشهر طوال ولكن ها هي القوات الروسية تعود لتفتح النار على فوفتشانسك وكذلك بهذا الاتجاه على ليبسي في هذه المنطقة وبالتالي محورين بخمسة ألوية هي تتقدم باتجاه فوفتشانسك وسنلاحظ هنا أنما اتجهنا إلى خارطة ديب ستيت الخارطة الأوكرانية التي كشفت عن طبيعة هذا التقدم ووثقت التقدم وكيف تطورت الأمور ونلاحظ هنا نحن أمام الصورة في العاشر من مايو كما تلاحظون وهذه هي خاركيف التي نراها الآن أمامنا وهي التي تعتبر هدفا بالنسبة للقوات الروسية ولاحظ هنا كيف الشاشة ستتغير باتجاه المحورين التي تحدثنا عنها لاحظ في العاشر من مايو هنا بدأت تتغير الخارطة بدأنا نرى بعض المناطق الرمادية طبعا بالنسبة للقوات الروسية وهنا تقدموا في الحادي عشر من مايو الثاني عشر من مايو والثالث عشر من مايو كآخر صورة واضحة كيف تقدمت القوات الروسية بهذا الشكل الآن داخل الأراضي الأوكرانية وبدأوا بتهديد وتشكيل تهديد حقيقي على خاركيف ليس هذا فحسب بل أن هناك صورة أيضا قادمة من المعهد أو معهد الدراسات معهد دراسات الحرب الأمريكي الذي أوضح بأن الصورة مختلفة بشكل أكبر وأن التقدم باتجاه ثلاث محاور وأن التقدم أعلى مما أظهرت الديب ستيت على سبيل المثال فوف تشانسك التي نراها هنا نلاحظ بأن القوات الروسية واضح بأنها بدأت تتغلغل في فوف تشانسك أي إذا ما أخذنا على سبيل المثال صورة من القمر الصناعي وحاولنا أن نقترب من هذه المدينة فما يتم الحديث عنه من قبل معهد دراسات الحرب وما يوضحه أيضا وتوضحه المصادر الروسية أن القوات الروسية سيطرت على هذه المنطقة المرتفعة المطلة على فوف تشانسك وأن القوات الروسية أصبحت موجودة على تخوم هذه المدينة وكذلك أن الدبابات المدرعات المدفعية الروسية أصبحت حاضرة وهي تهاجم بشكل مستمر القوات الأوكرانية التي لا زالت متمركزة حتى هذه اللحظة في هذه المدينة ولكن طبعا بالسيطرة على هذه المرتفعات يعني السيطرة ناريا على المنطقة ويعني أن القوات الأوكرانية تحت الضغط وهذا هو الذي سيدفع في نهاية المطاف القوات الأوكرانية بأن تنسحب خلف نهر هذا النهر الخاص بفوف تشانسك وهو نهر فوف تشاب بأن عليهم الانسحاب وترك هذه المنطقة خلف النهر لتشكيل خط دفاعي للتصدي لأي هجوم قادم والسماح طبعا للقوات الروسية في نهاية المطاف بأن تسيطر على هذه المنطقة وبالتالي الاستعداد لهذه المواجهة ولكن في حقيقة الأمر أن حتى هذه المدينة بأكملها مرشح جدا أن تسقط وبسرعة كبيرة للغاية بسبب أن ليست هناك الكثير من الخطوط الدفاعية التي قامت القوات الأوكرانية بتشكيلها في هذه المنطقة وتحديدا في فوف تشانسك التي نتحدث عنها لاحظ ليست هناك الكثير من النقاط الدفاعية لاحظ الروس كيف أنهم شكلوا خطوطا دفاعية واضحة لحماية العمق الروسي ولكن لاحظ النقاط الصفراء القليلة والبسيطة توضح لك أن هنا وهنا وهذه المناطق هي المحمية وحتى خاركيف ليست محمية بالشكل الكبير الخطوط الدفاعية الموجودة هي فقط هنا وهذا يعود طبعا ليس بسبب إهمال القوات الأوكرانية ولكن القوات الروسية لم تسمح أبدا للقوات الأوكرانية بتحقيق أي نجاح في خلق أي من هذه الخطوط أي تحرك هندسي من أجل بناء أي خطوط دفاعية يتم قصفها طبعا بأطائرات وبالمدفعية مباشرة وتضرب القوات الأوكرانية وبالتالي من الخطر جدا على القوات الأوكرانية ولم تتمكن القوات الأوكرانية من تشكيل مثل هذه الخطوط في نهاية المطاف وبالتالي القوات الروسية تمكنت من تحقيق هذا التقدم الذي ممكن أن يتطور بشكل كبير طبعا الروسيا الواضح أنها تريد السيطرة على هذه المنطقة بأكملها كهدف واضح بالنسبة للقوات الروسية وهذا من أجل طبعا إدخال مدفعيتها وقدراتها العسكرية وأن تصبح هذه المدفعية قريبة للغاية وأقرب إلى خاركيف من أجل ضربها دكها بعاد المدنيين عنها وكذلك جعل القوات الأوكرانية في مشكلة حقيقية مع مثل هذه الضربات مع القدرات الجوية التي تمتلكها روسيا في مثل هذه الاستهدافات وهو الأمر الذي سيدفع طبعا القوات الأوكرانية بأن تحشد بهذا الاتجاه وتحشد باتجاه هذه الجبهة رغم كل الدعم الذي أرسله من الولايات المتحدة الأمريكية ستين مليار دولار ولكن مثل هذا التحرك سيدفع هذه الأموال نوعا ما أن تستنزف في مثل هذه المواجهة لمنع الروس من التقدم باتجاه خاركيف ولن يكون هناك ضغطا كبيرا على النقاط وإلى شرقي وجنوب أوكراني أينما تقدمت القوات الروسية لا بل أنها ستسمح القوات الروسية بالتقدم في تلك المناطق في لوغانسك في دانيتسك ستتقدم بشكل كبير حتى على مستوى زفاروجيا وبالتالي هذا التحرك استراتيجي ليس بالعادي أبدا لا بل أنه أيضا لمنع عمليات التسلل التي تأتي إلى الداخل الروسي لاحظ استغلال الظروف الدولية كيف يتطور بشكل كبير قوات الروسية الآن وروسيا تعد من خلال هذه العملية لبناء بفرزون أو خلق بفرزون أي منطقة آمنة داخل الأراضي الأوكرانية من خلال هذا التقدم وذلك لمنع عمليات التسلل التي نفذتها مرارا وتكرارا ونفذها مرارا وتكرارا فيلق حرية روسيا المعارض لروسيا وعملية الدخول التي كانت تقوم بها وعمليات التسلل هذه القوات تعتبر خطيرة لأنها تأتي باتجاه العاصمة الروسية موسكو وعلى هذا الأساس طبعا بالنسبة للقوات الروسية خلق مثل هذه المنطقة سيحمي روسيا من أي عمليات اختراق وكذلك هي تفتح الباب بالنسبة لروسيا أن تبحث عن عملية التقدم أيضا إلى منطقة سومي التي تأتي تقريبا هنا بهذا الاتجاه وسومي سبق للقوات الروسية أن تقدمت باتجاهها لم تسيطر عليها ولكنها هددت كييف بهذا الاتجاه من شرق كييف واستخدمت كذلك أيضا الجبهات وجبهة الأراضي البلاروسية لتتقدم وتهدد كييف وأصبحوا على بعد عشر كيلومترات تقريبا من مكتب زلنسكي آنذاك قبل أن يقوموا بالانسحاب بالتالي هي تبني للعديد وتستفيد من العديد من الأمور الاستراتيجية هنا بهذه النقطة والأوكرانيين يعانون كثيرا مع روسيا في الفترة الأخيرة رغم كل هذه الأموار رغم كل هذه الدفاعات رغم كل الحديث على أن أوكراني قادرة على فعل شيء إلا أن الول ستريت جيرنال كانت قد نشرت تقييما عسكريا واضحا اليوم تتحدث فيه بأن الصواريخ وتوضح أن قدرة الأوكرانيين على إسقاط الصواريخ الروسية كانت قد تغيرت من 83% من نسبة النجاح للأوكرانيين للتصدي للصواريخ الروسية في مايو من عام 2023 لتهبط بهذا الشكل وصولا إلى الرابع والعشرين من أبريل إلى نسبة 30% أي أن نسبة 70% من الضربات الروسية تتحقق على الأوكرانيين الوضع لا يبدو جيدا بالنسبة للأوكرانيين وهذا الأمر يبدو مع كل ما يجري في منطقة الشرق الأوسط مع الأزمة الاقتصادية في العالم بدأ ينعكس على ما هو قادم من انتخابات أمريكية في شهر نوفمبر القادم بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وكذلك دونالد ترامب تقييم قد صدر اليوم ونشر اليوم من قبل النيويورك تايمز لعملية استفتاء ودراسة من أبريل 28 من أبريل إلى 9 من مايو أظهرت هذه النتائج بأن دونالد ترامب يتقدم بخمس ولايات متأرجحة من أصل ستة ولايات متأرجحة على بايدن بايدن فقط يتقدم في ويسكنسن بـ 47% مقابل 45% أي بنقطتين فقط دونالد ترامب قريب للغاية من منافسة بايدن في هذه الولاية وتلاحظ مثلا نفادة على سبيل المثال بـ 50% أو بـ 50% هو متقدم كذلك في جورجيا بـ 10 نقاط متقدم في ميشيغن بـ 49 نقطة مقابل 42 نقطة لبايدن تلاحظ أيضا في أريزونا 49 مقابل 42 وبنسلفينيا دونالد ترامب متقدم بـ 40 نقاط كذلك كما تلاحظون بالتالي هذه الولايات المتأرجحة هي الولايات التي تحدد من سيفوز في الانتخابات الأمريكية القادمة وبالتالي كل شيء يؤثر على الوضع واضح أن بوتين يفهم اللعبة تماما مع هذا التقدم بهذا التوقيت الحساس للغاية كذلك إيران تلعب على مسائل كبيرة بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن عاد لن يكون هناك اتفاق نوويا وبالتالي علينا معالجة الأمور والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية قدر الإمكان باستخدام البروكسي وور أي الحرب بالوكالة